السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جديد في قناة علمان بعد في حصة جديدة حصة اليوم ستكون خاصة مادة اللغة العربية مكوين الصرف والتحويل ستكون لدينا دعم عام لدروس السنة الدراسية كاملة في مكوين الصرف والتحويل هذا الدعم سيكون مقسم على أربع حصة في كل أسبوع سنرى دعم عام لجميع الدروس نلتقي بعد قليل في تقديم الأنشطة والتمارين ولا تنسوا أيضا إذا كانت هناك أي استفسارات أي ملاحظات أي تعليقات ضعوها في التعليق في الأسفل إذن نلتقي بعد قليل إذا مرحبا بكم من جديد إذن أولا لدينا ألاحظ وأتذكر إذن أتذكر الاستنتاج الآتي الاستنتاج خاص بدرس المفرد والمثنى والجامع والمذكر والمؤنث إذن الاستنتاج والمفرد ما دل على إذن على ماذا يدل المفرد ثم المثنى ما دل على على ماذا يدل المثنى إذن هنا عدد إذن العدد الذي يدل عليه المفرد أو العدد الذي يدل عليه المثنى ثم الجمع ما دل على ثم للإسم المؤنث على ماذا تدل عليه هي تاء المربوطة تاء ماذا وألف التأنيت وألف الممدود إذن نتمم بالكلمات المناسبة لتدكر الاستنتاج بعد ذلك نمر للتمارين إذن أنجز أكمل ملء الفراغات في الجدول بما يناسب إذن أكمل ملء الفراغات في الجدول بما يناسب لدينا هنا المفرد المثنى الجامع إذن هنا معلمة نحولها للمثنى وللجامع معلمة ثم لدينا هنا هذه الكلمة مسافراني هي كلمة مثنى تدل على المثنى نحولها للمفرد ماذا ستعطينا في المفرد ثم نحولها للجامع ثم الكلمة الثالثة هي في الجامع رحلات نحولها للمفرد ثم نحولها للمثنى وأخيرا كلمة السائحون نحولها للمفرد ثم نحولها للمثنى بعد ذلك نمر للتمارين الثاني إذن هنا أحول وفق المطلوب هذه الجملة إذن نقرأ الجملة هذا السائح يزور المغرب باستمرار إذن نحولها للمثنى المثنى المؤنت المثنى المؤنت إذن هذا السائح يزور المغرب باستمرار إذن للمساعدة فقط إذن الكلمة الثالثة ستتغير هي هذا والسائح ويزور أما المغرب باستمرار لن تتغير أيضا في الجمع المذكر ستتغير هذا والسائح ويزور أما المغرب باستمرار لن تتغير إذن نحول هذه الجملة للمثنى المؤنث والجمع المذكر بعد ذلك نمر للتمرين الثالث إذن هنا أحدد علامات التأنيت في الأسماء المؤنثة من الجملة الآتية إذن هذه الجملة خرجت بشرى ونجلاء ورقية في رحلة سياحية إلى الصحراء المغربية للتمتع إذن سوف نحدد علامات التأنيت وفقا للمثنى الجملة للتمتع بمناظرها الخلابات إذن سوف نستخرج الأسماء المؤنثة التي تدل على المؤنث ثم علامات تأنيتها إذن الأسماء المؤنثة وعلامات تأنيت إذن مثلا نستخرج لإسم الأول لدينا هنا بشرى بشرى وإسم مؤنث علامات تأنيت هو ألف تأنيت المقصورة إذن هذه ألف تأنيت المقصورة بشرى ثم تقومون باستخراج باقي الأسماء المؤنثة جملة مليئة بالأسماء المؤنثة تقوم باستخراجها وتضعون علامات التأنيت إذا علامات تأنيت إذا قمنا بالرجع إلى السنتاج هذه الإسم المؤنثة علامات تدل عليه إذا أجبتم عن هذا السنتاج هنا سوف يسهل عليكم إنجاز هذا السؤال ثم رابعا أحول الجملة الآتية إلى المذكر تمتعت السائحة وأختها بجمال طبيعة المغرب إذن هنا نحول هذه الجملة إلى المذكر هي جملة في المؤنث تمتعت السائحة وأختها بجمال طبيعة المغرب إذن ما سيطرع عليه هنا تغير هو تمتعت السائحة أيضا وأختها أما بجمال طبيعة المغرب لن تتغير هذه الكلمة الثلاثة الأولى التي ستتغير ثم خامسا أعوض أن والفعل المضارع المنصوب بمصدر مؤول ينوب عنهما إذن هنا الفعل أو الجملة التي تتضمن الفعل المضارع المنصوب يفضل السائحة أن يسافر إلى بلدان بعيدة إلى بلدان بعيدة إذن هنا الفعل المضارع ها هو الفعل المضارع المنصوب أن يسافر هو الذي سوف نقوم بتعوضه بمصدر مؤول نعيد كتابة الجملة ونعوض أن يسافر بمصدر مؤول ثم الجملة الثانية اتفق الأصدقاء كي يقوموا برحلتين هنا أيضا الفعل المضارع المنصوب هو كي يقوموا هو الذي سنقوم بتعوضه بمصدر مؤول أعطيكم مثلا مثل أراد الفلاح أن يزرع مثلا أن يزرع الأشجار إذن أن يزرع هو الفعل المضارع المنصوب إذا أردنا تحوله لمصدر مؤول ينوب عنه فنقول أراد الفلاح زراعة الأشجار إذن زراعة هي مصدر مؤول ينوب عن أن يزرع أراد الفلاح أن يزرع أشجار أراد الفلاح زراعة الأشجار إذن هنا الأمر بسيط جدا نقوم بنفس الشيء هنا في الجملة الأولى يفضل السائح أن يسافر أن يسافر ثم اتفق الأصدقاء كي يقوموا سوف أقوم بالتستير على هذه الأفعال حتى يسهل عليكم نعم هنا أن يسافر التي سنعوضها كي يقوموا حتى يسهل عليكم تحويلها أو تعوضها بمصدر مؤول ينوب عنهما هذا كل ما يخص حصة اليوم لدعم عام لدروس طرف التحويل خاصة بسنة دراسية كاملة هذا الدعم وخاص بالوحدة السادسة إلى أن نلتقى إن شاء الله في حصة أخرى استودعكم الله ومع السلامة